تحرير العالم من الفقر والقضاء على الفقر المتقع شعار يرفع بقوة في كافة الاجتماعات الدولية المعنية بالتنمية قرارات وخطة مثالية للوصول إلى عالم خال من الجوعة لكن الطموحات تصطدم بالواقع فهناك أكثر من مليار ومئتي مليون شخص حول العالم يعيشون على أقل من دولار وربع دولار يوميا نصف أولئك يعيشون شرقي آسيا الجهود الدولية لمكافحة الفقر أثمرت انخفاضا في عدد الفقراء في آسيا وتحديدا في الصين بنسبة 63% خلال نحو 30 عاما كما خرج ملايين الأشخاص من دائرة الفقر في دول مثل الهند والبرازيل إلا أن هناك دولا لا تزال غارقة في الفقر مثل أفغانستان وفي إفريقيا تراجع عدد الفقراء بـ 3% خلال 30 عاما هذه الأرقام ما زالت غير مرضية الأمر الذي دفع البنك الدولي لوضع هدف جديد وهو التخفيض نسبة الفقر من 21% عام 2010 إلى 3% بحلول عام 2030 لكن كيف سيتم الوصول إلى هذا الهدف؟ الإجابة وفقا للبنك الدولي تكمن في ضمان استفادة الفقراء من النمو القوي والرخاء المتزايد في الدول النامية وأيضا من خلال استغلال موارد البلاد الفقيرة ولكنها غنية بالطاقات البشرية والطبيعية ثمت متغيرات عالمية تؤثر على اجتثاث الفقر في الأزمة العالمية دفعت الدول الكبرى لخفض مساعداتها للدول الفقيرة حيث شهدت أكبر تراجع لها منذ عام 1997 لعامين متتاليين بنسبة 2% في العام 2011 وبنسبة 4% في العام 2012 لتصل إلى 125 مليار و600 مليون دولار مهمة تحرير العالم من الفقر ليست بالمستحيلة في حال وضعت الموارد والجهود في إطارها الصحيح حينها يمكن القول أن القضاء على الفقر ليس مجرد الشعار يرفع في اجتماعات التنمية الدولية وللقاء الضاء على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت وزير المالية اللبناني السابق جهاد أزعور دكتور جهاد بداية في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الساحة العربية إلى أين وصلت جهود محاربة الفقر بالواقع العالم العربي نسبة الفقر فيه أقل خاصة الفقر المطقع أي مدون الواحد فاصلي 25 دولار للفرد لليوم وهذا يعود لعدة أسباب جزء مننا ديموغرافي جزء مننا يعود إلى منظومة المنظومة الاجتماعية إنما المنطقة العربية تعاني من الفقر وخاصة تعاني من التفاوت بالدخل بين الفئات وبين الطبقات مما يستدعي وخاصة بعد الحراك السياسي اللي شفناه آخر سنتين حركة أكثر دفعا لمعالجة مشكلة الفقر وخاصة لربط موضوع معالجة مشكلة الفقر بموضوع البطالي اللي هي المعضل الاقتصادي الأصعب بالعالم العربي نعم أريد أن أسأل عن التحديات في ظل تراجع المساعدات الغربية خصوصا من دول أوروبا في ظل الأزمة الاقتصادية في منطقة اليوروب يعني تأثير غياب هذه المساعدات كما كانت من قبل على جهود محاربة الفقر ما في شك أنه اليوم الهدف اللي كان نوضع لعملية الدعم الاجتماعي والدعم الاقتصادي اللي هي 0.7% من النتج المحلي للدول الغنية أصبح بعيد المنال دول أليلة قادرة تصلي هيدا الرقم جزء منها هي دول اسكندينفية إنما الدول الكبيرة مثل أوروبا والوليات المتحدة عندها صعوبة واليوم عم نشوف هذه الصعوبة مثلا بموضوع الايداي اللي هو برنامج دعم الدول اللي هي تعتبر فقيرة جدا من البنك الدولي اللي عادة مساهمات الدول المشاركة بتساهم بعملية تأمين تموين من دون فايدة لهذا الدول لهذا السبب هذا عبء أساسي اليوم وهذا العبء منضيف عليه مشكلة إضافية إنه اليوم الاقتصاد العالمي بظل أو ما بعد الأزمة المالية العالمية ما عم يخلق فرص عمل كافية لتقدر تمتص النمو الديمقرافي ببعض المناطق أو تعالج المشاكل الاجتماعية اللي هي مزمنة بأماكن أخرى ما ننسى مثل ما فرجينا التقرير أنه بعد فيه مليار ومئتين ألف إنسان بالعالم بيعيشوا تحت مستوى خط الأدنى للفقر أي ما يسمى الفقر المطقع يعني تحديد هدف هذا للعام 2025 هو هدف طموح جدا ربطه بما يسمى المشاركة بالإزدهاري اللي هو الهدف الثاني كمان هدف مهم جدا وكذلك الأمر طموح من الصعب نقدر نشوف من دون تغيير بنمط الدعم الدولي إمكاني لتحقيق هدفها هل من أرقام رسمية حول نسب الفقر اليوم في الدول العربية؟ بالوقت ما في عندنا أرقام دقيقة إنما برجع بقلك نستوى الفقر المطقع بالعالم العربي أقل إنما المشكلة الأساسية هي اليوم اللي عم يعاني منها العالم العربي هي أولا تفاوت بالدخل ضعف بالخدمات الأساسية اللي اليوم لا تقدر تجابه مشكلة الفقر عليك أن تخلق فرص عمالي اللي هو الحل الاقتصادي وكذلك الأمر عليك أن تقوم بشغلتين أساسيتين اللي هي تأمين الخدمات الأساسية اللي بترفع من مستوى معيشة الإنسان الصحة والتعليم والخدمات الصحية والموضوع الآخر اللي هي البناء التحتية اللي كمان بتسهل حياة المواطن هيدول التحديات اللي اليوم عم يعيشون العالم العربي بظل مرحلة سياسية عم تطلب أكتر من الدول أنه يكون جهودة أكبر وأخيرا وليس آخرا بظل حاجة أنه نخلق حوالي 100 مليون فرصة عمل للعشر سنين الجيين وهيدا كمان تحدي كتير مهم إنما في شك الدول اللي حاربت الفقر شافت أنه مكافحة الفقر كانت مساهمة لعملية النمو وخاصة أنه يلي هني دخلهم محدود جدا وقت اللي بيرتفع مدخولهم نسبتهم بالاستهلاك بترتفع بطريقة كبيرة وبتخلق دورة اقتصادية أوسع من الدورة الاقتصادية يلي بيخلقها أصاحب الدخل المرتفع